السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دو صمدي هلنا ان شاء الله نتكلموا على معرفة النباتات المدرة بالنسبة للأرانيب يعني كنا مشي في اللاحة ما يمكنش اننا تكون عندنا وحد الخبرة في هذا المجال هذا يعني هل احنا الارانيب درنا لهم الدواء يعني ديل تسمم المعاوي وراني احضرت عليه في حلقات سابقة هي بارينول دابا جينا اننا غادي مقاونا نعطيه الارانيب دي النا النباتات الخضراء باش غادي نعرفوا شنا هي النباتات الخضراء اللي ممكن انها اضر يعني القناة دي النا الارانيب وشنا هي اللي ممكن اتفيدهم يا كما كتشوفوا معايا انا عندي شوية خبرة يعني في النباتات اه بحل هاد هاد النبات هادا هو يعني هاد هو الفوق ديال الخيزو يعني كنحيدو الخيزو من هنا هكا وكي بقنا هاد العرش هادا هاد هو هاد كيموتوا عليه الارانيب كيبريو بزاف يعني كين الباربا يعني كنقلكم هاد شي في هاد صيف هاد في هاد الفصل هاد عفوا كتكون موجودة هاد هاد الحواج هادو لان هاد الباربا يعني كتشريو يعني الخضر هاد هاد الفروع ديالها او الاغصان ديالها ممكن انكم تستفدو منها الارانيب ديالها لكم هاد الباربا اه هاد معروف رقم عارفين اسموه هاد الخص هو اه هاد اللفت يعني اللفت كيكون هنا كنحيدو كتكتب قنا هاد هاد الجزء هاد مهم هاد شي كل شي ارا نافع مئة بالمئة لي الالالانيب ولكن كيفاش غدين عارفوا اشنا هو يعني الحواج لكتضرهم يعني هاد خدوها مني تجريبة يعني اي حاجة ممكن انها تضرهم هي كتكون في الريحة ديالها حارة يعني بها الطريقة كنتشدوها كمثلا اكا كتقرضو واحد جزء هكا وكتقربو الانف ديالكم وكتشمو اسموه هاد يتلقاوه هتلقاوه الحرورة يعني اي حاجة حارة اراها كتقذع الانف ديالكم كين قاة دي我觉得ني دير البصلة جزء العلوي ديالها تعي ما قا تقسل الانف البصلة جزء العلوي ديالها بصلى الخداريicy يومي في البصلة المكركبة هذه الكتابة كصيرا اللفتها انها تجريبة يا Зعلي اما البصلة الخدارية يعني تكون صغيرة الحجم دياله هده وكتكون عنده واحد جزء الفوق حتى اياه هديك كتقتل الاني كتقتلهم نهائيا كين الخرشف الخرشف كذلك او عندي واحد شوية هنايا عفون ها هو هاد الخرشف تهو كيقتل الاني ولكن الخرشف بالطبيعة ديالو راكم عارفين الماداق ديالو الماداق ديال الخرشف انه كيكون يعني حار اني كتقردو هاكا وتال ماداق ديالو راكم عارفين الخرشف الماداق ديالو كيفاش تهير هدا كيقتل الاني عموما اذا بغيتوا تعرفوا شن هو الحويج اللي كيقتلو الاني يعني في النباتات الخضراء يسانوا بالحاسة ديالكم ديال الشم يعني كتقردو الحاجب هاكا هكا تقردوها وتشموها عرفوا هادك النبات راها ما صالحش ما صالحش الاني بديالكم عاوة اني كيفية اعطاء هاد هاد الاشياء هادي ماشي غادي مباشرة تكون ساردة مثل بحال هادي كتكون في الكوزينة وكتقوا تغسلوهم هاكا كتشوفوا هادي مصالحات مثلا كتحيدوها كتبولوا هادي نخليها الاني ما تكون ساردة ساردة وتعطيها الاني يعني مبللة لها لا حطوها حطوها واحد لمدة بحادة بها ديرها من البارح وهي محتوطها شوفوا هادي لها فرحة الشبكة باش دك الماء كله اللي كان فيها يستقطر لاحظوا ان هاد باق ناشفة ناشفة للغاية هانتوما هاد هاد يعني الخوشوف هادي نحاول انني نتخلص منه باش ما يعطيهوش الصغار ديالي يعني الاناني ده انا غادي نعطيه كيما كتشوفوا ما هيا غادي نعطيه الارنب غادي هاد الصغار كيبغيو بزاف الخص بزاف كيبغيوه انتوما يعني هاد مشي القشور عفو النباتات ديال اللفت احتها هي رافيها اه وحد نسبة ديال الخصوبة عالية بالنسبة للذكر اه بالنسبة للنباتات ديال الباربة احتها مهمة بالنسبة للجميع الفئات يعني بالنسبة لجميع الاعمار مهمة مهمة بزر. غياء ما تعطيوش الارنيب ديالكم هاد الحويج هادو وانتو ما باقي ما درتولهمش يعني الدواء اللي كتسبقت تتكلمت لكم عليه. كاين الدواء اللي هو عبارة عن سيرو هادك تا ام باي تيغي اس يعني تا ام باي شرطة اس هادك الدواء هادك الدواء منين كيكون المشكل يعني القيتوبي اللي كين تسبب تسمومات في القاطع ديالكم تسمومات معاوية ممكن أنكم ديروا هادك الدواء وممكن أنكم ديروا هادك بالنسبة للصغار يعني يلا تفتموا هادك صالح للصغار يلا تفتموا. اما بالنسبة لا 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 يعني التحصين كتحصين. هيبارينول هيبارينول يعني بادية باش. هيبارينول راني يعني تكلمت عليها في حلقة سابقة. ورا دواء فعال انا ماشي كنديل اشهار شي شاركة ولا ولكن انا كنشوف تجربة ديالي دواء بعشرة دراهم ممكن انكم تعطيوه الانانب ديالكم يعني النباتات الخضراء بكل سهولة والخشور ديال الخضار كذلك الاقتصاد وفي نفس الوقت يعني هي مفيدة للجسم ديال الانانب ديالكم اذا الحلقة ديال النهر النهار هي عبارة عن كيفية معرفة هاد القشور هادي عفوا النباتات اللي كتكون لاتقه في بعض الخضراءات كيفاش نعرفو هانتو هادي راها فالتا كيفاش غدي نعرفو واش موديرا هادي راها فالتا هادي خرشف هادي راها غدي تقادي يعني ماشي كتهزو هاكا وتعطيوهم الا قلبو مزيان هاي هادي تهي هادي راها خرشف هاد الشي راها منتا كنقلبو مزيان يعني را مرين دار اعطاوني هاد شي ولكن غني نحاول انني كل شي كان نستفو بيدي ما نعطيوهم شو هاد الاشي هادي راها خرشف هادي راها موديرا كيفاش نعرفو ان هادي موديرا ولا ماشي موديرا راها نقل لكم قردوها هاكا اي نبات قردوه هاكا وشموه الى لقيتو فيه الحرورة حار راها كي قادي الى لقيتوه حلو يعني ما فيش الريحة اللي موديرا راها هادك راها مئة في المئة راها صالح كي نقادية وحدة وهو القصبر القصبر راها كي قتل النبات اه كي قتل الاناني بحتهو حاولوا القصبر ما تعطيوهمش المعد النوس مشي مشكيل معد نوس مزيان ومشي غي مزيان هو صالح مئة بالمئة لالامهات لي الله وردوه لانهو كي ساعدها لدر الحليب كيعطي الحليب واحد يعني تعطيوهم فالنهار لول مني كي وردوه راكي ولي عندهم الحليب كي بحل راكم عطيتوهم التفاف تفاف را حاجة اخرى ذاك را كي ساعد الام بزاف وتامل الى ما لقيتوش احتفاف ممكن انكم تستعنو بالمعد نوس المعد نوس هو مزيان ولكن بالنسبة يعني عمو عموما كيفاش تعطيو الاناني بديالكم هادا النباتات اللي كتكون لاسقه مع الخضار من الرائحة منين تكون الرائحة حرى هادا كارилосьي ادي هدي اديهم منين تكون حلوة اراههم زيان ولكن ما انتم من يعني متحاولوش كمية كبيرة يعني كنعطيهم الخبز جاف السيكاليم الدورة الشعير اللي عندكم لأي حاجة تساعدوا بها عندكم مشي مشكي ولكن باشت قاوة تعطيهم كمياتها كاوة تعطيهم الا اعطيهم شي حاجة على اه قد المعدة ديانو ولكنتو مداوينهم ايبا غينول هذا كرا حاجة اخرى هذا كراكات قاوة تعطيهم وما كي قاديهم ولو ان شاء الله يعني بجهد الله ان شاء الله الحلقة دياننا رسالات كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم الناس اللي ما زال مشاركوش معنا يشاركو معنا قناة غادي بالدعم ديالكم تكيولا زر جيم ما تنسوناش بجير جيم وتكيولا زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة